استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء العدواني على قطاع غزة حيث طالت عمليات القصف الإسرائيلية مناطق متفرقة وسط وجنوب القطاع وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة بالتزامن مع استهداف غارة إسرائيلية المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوبية القطاع واستشهد فلسطينيون وأصيب أخرون في غارة استهدفت مسجد التقوى في مخيم البريج وسط قطاع غزة بينما استهدفت غارة شمالة مخيم النصيرات وسط القطاع وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة